اشتركوا في القناة هذه البعثة التي تأسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1500 وتوسع عملها في عام 2007 بموجب قرار مجلس الأمن 1770 بشكل واضح أنه انهاء عمل البعثة نهاية عام 2025 بناء على طلب الحكومة العراقية بالتأكيد يمثل احترافا دوليا وأمميا بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية في جميع المجالات وهذه رسالة إيجابية على مسار العملية السياسية والنظام السياسي بمؤسساته الدستورية القائمة وبقواه السياسية الوطنية القادرة على إدارة البلد وفق تطلعات وأمال أبناء شعبنا ومن خلال الدستور العراقي والقوانين النافذة هذا تأكيد على ما يمتلك شعبنا من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات التي بدأت بعد عملية التغيير في 2003 وكان في أشهدها في مواجهة إرهاب داعش هذا الإرهاب الدولي الذي هدد الدولة وأبناء شعبنا بكل مكوناتهم وأطيافهم تبكن الشعب من الانتصار والاستمرار في بناء الدولة ومؤسساته بفضل تضحيات الشعب ووقوف قواتنا المسلحة بكل عنهوينها وأصنافها أيضا استمرارنا على العملية السياسية والتداول السلم للسلطة من خلال الانتخابات الدستورية كان دليل واضح وملموس على إرادة الشعبنا الكريم كل القراءات الدولية المنظمات المختصة وصلت إلى تقييم أداء يدعم الاستقرار وهذا بالتأكيد يتوازم مع طموحات مواطنينه ويفتح الأفاق نحو تطور شامل في كل المجالات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يضع العراق في صلب دور الحضاري والسياسي التاريخي بوصفه حجر زاوية في أي عملية استقرار أمني واقتصادي تحتاجها المنطقة والعالم وهذا يتناسب مع سياستنا في إعادة دور العراق الإيجابي المشهود في ترسيخ السلم الأهلي والإقليمي والوقوف إلى جانب قضايانا العادلة التي تواجه عالمنا العربي والإسلامي وفي مقدمتها بالتأكيد القضية الفلسطينية إنهاء بعثة الينامي لا يعني القطيعة مع الأمم المتحدة ولا مع الوكالات المتخصصة بالعكس أنه يفتح آفاق للتعاون في البرامج الاقتصادية والتنموية وبرامج المناخ والبيئة والمساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك أيضا إنهاء ملف المفقودين والأرشيف الكويتي بوصفه ملف إنساني وأيضا يؤكد على حرص العراق في إنهاء هذه المتعلقات فكل التقدير للجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى هذا القرار المهم والستراتيجي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة